اهلا بحضراتكم من جديد لسا معكم وحديث القاهرة وأخبار صنعت حديث القاهرة وموضوعات كمان صنعت حديث القاهرة ونشوف ماذا كان الخبر وماذا كان وراء هذا الخبر طبعا حديث القاهرة الأعلى صوتا كان أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة اللي تم تطبقها بدءا من مبارح يوم الجمعة طبعا أسعار البنزين والسولار الزيادة فيها كانت واضحة جدا وتم إعلانها بشكل واضح قبل الزيادة بنزين 80 كان بـ 12 جنيه 25 إرش وبعد الزيادة بقى بـ 13.75 إرش 92.13.75 جنيه وبنزين 92 بقى 15.25 إرش أما بنزين 95 اللي كان بـ 15 جنيه دلوقتي بقى بـ 17 جنيه الغريب هو سعر السولار اللي تقريبا كان فيه تصريحات للحكومة إنه غالبا مش هيتحرك مع التحركات في سعر المحروقات لكن اتحرك من 11 جنيه و50 إرش لـ 13 جنيه و50 إرش دي طبعا آخر الأسعار وكان فيه عدد من التصريحات من المسؤولين بعد تحرك الأسعار أهمها كان تصريح السيد رئيس الوزراء اللي نشره موقع بصراحة وقال الحكومة تكشف سبب إعلان زيادة سعر البنزين والسولار أيام الأجازات لأن الناس فعلا كان بتستغرب أنتوا ليه ما بتعلنوش الخميس وبتعلنوا الجمعة يوم الأجازة يعني ما بنلحقش نفرح بالأجازة زي ما الناس كانت بتقول يعني بتنكدوا علينا يوم الأجازات ودي جملة اللي استخدمها السيد رئيس الوزراء ورد على ده وقال إحنا بنعلن يوم الجمعة علشان ما يحصلش ارتباك أو خلافات وأزمات بين المواطنين وبين أصحاب المواصلات والعربيات وكل المواصلات اللي بيستخدمها الناس لما يرفعوا الأجرة لأن تطبيق الأجرة لو أنت رحت الصبح وقال لك الأجرة بدل 10 جنيه بقت 12 جنيه ممكن تتخانق معاه لكن لما تعرف الأسعار وانت قاعد في البيت يوم الجمعة معناه أنك لما تروح في أيام الشغل مش هيبقى فيه الأزمات الكبيرة أو الارتباك اللي ممكن يحصل لو تم إعلانه في يوم عمل ده كان طبعا تصريح السيد رئيس الوزراء أما متحدث البترول أو وزارة البترول قال أن في أسباب لتحريك سعر المواد البترولية وبيقول أن الدولة لسه بتدعمها التفاصيل بقى كانت بتقول أن السعر الحالي بيمثل من 82 أو 85 لحد 89% من السعر الحقيقي الموجود في السوق للمواد البترولية لكن السولار هو بيمثل 68% من السعر الحقيقي له إيه بقى الباقي؟ اللي هو الـ 12% والـ 11% وتقريبا 35% للسولار قال أن دول بتدعمهم الدولة وده رقم كبير تقريبا بيوصل 62 مليون جنيه في اليوم هو قال أن الدولة لازم ترفع إيديها خطوة بعد خطوة هو قال أن السبب في ارتفاع الأسعار ده بتحددوا اللجنة اللي بتجتمع كل ثلاث شهور واللجنة دي بتحدد بناءً على السعر العالمي وبناءً كمان على درجة الدعم والفلوس اللي موجودة في الموازنة واقتصاديات السوق يعني الدنيا ممكن تكون ماشية زي؟ وهم بيقرروا بناءً على هذه الأسباب لكن طبعا إحنا في فقرتنا الأخيرة النهاردة هنعرف التقييم ده كان على الأرض واقع وحقيقي ولا كان فيه ممكن الحكومة ما تعملش هذا القرار خلال التوقيت ده ده احنا نعرفه في الفقرة اللي جاي أما وزارة البترول الجديدة اللي أعلنت رفع أسعار الوقود وكالات الأنباء والأخبار العالمية تنقلته وكان من الأخبار المهمة أن إذا استخدمت تاكسي اعرف أن سعر افتتاح العداد عشرة جنيه ونص بعد التغير في أسعار البنزين والسولار وقالوا إنك لو ركبت تاكسي وما شغلش العداد عليك إنك تتصل بالخط الساخن علشان تقدم شكوتك للجهة المسؤولة وطبعا نشروا أرقام الخط الساخن اللي موجود على المواقع المختلفة علشان تقدر تتعامل به وكل محافظة لها الخط الساخن الخاص به ده كان بالنسبة لأسعار البترول والمحروقات اللي ارتفعت تاني خبر كان خبر مفرح العالم كان بينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم بلا منازع وطبعا أحداثهم تصميمه والفترة اللي فاتت كل الأحداث اللي شاهدها لكن الافتتاح التجريبي اللي بدأ يوم الأربع كان معاه كمان عدد من البيانات البيانات والأخبار اللي طلعت تباعا للناس اللي تحب تروح وتشوف أعظم متحف في العالم حاليا 12 قاعة فيها تقريبا 14 ألف قطعة أثرية الأسعار للمصريين مختلفة عن الأجانب المصريين الشباب بيدخل بـ 200 جنيه الأطفال بـ 100 جنيه والطلاب بـ 100 جنيه وكبار السن كمان بـ 100 جنيه أما الأجانب الشباب فيهم حيدفع ألف جنيه والطلاب 500 جنيه والأطفال 500 جنيه دي بالنسبة لأسعار التذاكر فيه فئات معفاة من دفع التذاكر للمتحف إذا زرته مين هم الناس دول؟ الإعلام عنهم ببساطة هم المصريين ذوي الإحتياجات الخاصة ومرافق واحد لكل زائر الأطفال أقل من أربع سنين أسر الشهداء من الدرجة الأولى المرشدين السياحيين كمان حيدخلوا مجانا وأعضاء المجلس الدولي للمتاحف وقدامى المحاربين بالجيش المصري هم دول الفئات اللي تم إعفاها إمتى بقى موعيد الزيارة للناس اللي حابة تروح؟ مجمع المتاحف من الساعة 8.30 صباحاً لستة مساء كل يوم قاعة العرض الـ 12 قاعة عرض مفتوحين من الساعة 9 صباحاً لخمسة مساء وتقدر تشتري التذاكر لحد قبل موعد الإغلاق بساعة يعني لحد الساعة أربعة مساءاً للناس اللي هتاخد جولة سريعة في المتاحف روحوا زوروا واكتبوا لنا في التعليقات شفتوا إيه وحال عندكوا أي تعليقات إيه الحاجات الجميلة لأن افتتاح تجريبي معناها كمان إن احنا بنجمع أراء الناس وتعليقاتهم وردود فعلهم على هذا الافتتاح ياريت شاركونا بها الخبر القادم خبر حزين احنا كمان بننعي وفاة الشاعر أحمد علي موسى واحد من أصغر الشعراء وأنجحهم وأمهرهم لأنه هو عنده 18 سنة بس ألف واحدة من أجمل الأغاني المعروفة وهي قونية تملي معاك وكانت نقلة نوعية كمان عند الهضبة عمر ديهب الشاعر أحمد علي موسى اللي ألف عدد كبير من الأغاني الشهيرة رغم صغر سنه كان مرتبط بولدته جدا وفي يوم ذكرى وفاتها عمل بوست على الفيسبوك وقال زي النهاردة كان أسوأ يوم فحيدي اليوم اللي فرقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالإسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيك على خير والرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا وعمل البوست ده بالشكل ده وبعدها بتلت ساعات فارق الحياة لحق بولدته طبعا كانت صدمة في الوسط الفني أصدقائه نعوه وكانت من النعي اللي تم تدوله هو النعي بتاع رفيق الرحلة ورفيق النجاح الفنان الكبير عمر دياب اللي نعى الشاعر أحمد علي موسى لمحبيه وأهله وزويه ودع ربنا يتفقده بالرحمة وإحنا كمان هنا بنقدم واجب العزاء لأسرته وأهله وكل محبيه ربنا يرحمه إن شاء الله هو والدته يكون من أهل الجنة الخبر القادم خبر أزعج كل المتابعين بتوعه صحيفة الوطن نشرت التطورات الجديدة بتاعت الحالة الصحية للمطرب أحمد سعد وكان العنوان هو إنه مش قادر يتكلم طبعا أرفقت الخبر ده بتقرير طبي عن حالته الصحية هو للأسف الشديد حصل عنده تآكل تام في عظام الفك العلوي وحصل كمان هبوط في مستوى الجيوب الأنفية علشان العظم ما بقاش موجود فهبط الفاصل إحنا عارفينه التجويف الفارغ لبين الجيوب الأنفية وبين الأسنان وده تسبب لي في قلم شديد جدا وبالتالي حيلجأ لعملية جراحية ما هياش سهلة أبدا حندقيله إن شاء الله بالشفاء التام العملية الجراحية دي بعد ما يعملها حيفضل 14 يوم كمان غير قادر على إنه يتعامل مع أي حد أو يتكلم هو ألغى حفلاته كلها وكان من ضمنها حفلة في مهرجان الموسيقى العربية إحنا بندقيله بشفاء العاجل ويرجع لكل أحبابه إن شاء الله خبر غريب لكن حقيقي وهنعمل إيه يعني مزالت تثير الجدل خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف تنبأت باغتيال يحيى السنوار تصوره في لقاء تلفزيوني لها مع الأستاذ عمر أديب اتكلمت على إن يحيى السنوار حيكون في حدث مهم جدا من أهم الأحداث اللي حتشغل العالم العربي كلها وقالت إنه مش حيخرج من غزة ولا حيهرب منها ولا حيكون موجود في الأنفاء وإنه لحد آخر لحظة في عمره حيكون بيقاوم في غزة ده كان التصريح اللي تنقلته وسائل الإعلام المختلفة وطبعا كان مثير للاستغراب يعني لكن أنا عايز أقول لكم حاجة كمان كانت في هذه التصريحات مهمة هي قالت كمان إنه حيشهد بعد هذا الحادث اللي حيكون بطل ويحيى السنوار توحد لكلمة الوطن العربي خلينا ناخد الفعل من الجملة دي وإن حيكون فيه توحد لدعم القضية الفلسطينية وإن ده حيكون مثار لتغير الأحداث أنا حقف عنده هنا وأقول يا رب إن التوقع ده يعني يكون حقيقي من أمنياتنا كلنا ومن ده لإن إحنا كل مرة بنأكد إن فيه تنبؤات بتصيب وتنبؤات بتخيب إحنا مش عارفين بصراحة يعني موضوع التنبؤات بتاعتها بيشغل الرأي العام دايما لكن لما قالت إن فيه شخصية سياسية معروفة حتتوفى وحتعود للحياة مرة تانية انضم للقائمة مش بس حسن ناصر الله ولا الرئيس الإيراني انضم للقائمة ولا حتى يعني رئيس المخابرات المصر السابق انضم للقائمة كمان يحيى السنوار من الأخبار اللي هي كانت صدقة فيها أيضا طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي وكمان زلزال اليابان اللي توقعت به اللي كان شديد جدا وإن قالهم ماسك حيخسر عدد كبير جدا من فروته لكن التنبؤات اللي فشلت فيها كان إن الأهلي حيخسر والمباراة اللي كانت فيصلية لي وكان كمان تنبؤها في إن عمر دياب حيفشل في التعامل مع حد من معجبيه في حفلة من الحفلات وإحنا فاكرين طبعا فيديو الصفعة الشهير دي كانت التنبؤات الغريبة اللي تحققت واللي ما تحققتش لليلة عبد اللطيف ويبقى جملة يحيى السنوار هي الأكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا شخصيا أتمنى أن باقي اللي هي قالته يتحقق ويتوحد كلمة العرب في ما بعد رحيل يحيى السنوار لدعم القضية الفلسطينية أنا معايا خبر حلو جدا وكالعادة عندما يحضر الفن والموسيقى تبتهج القلوب لما يكون صاحب البصمة الأولى والعميقة في تاريخ الموسيقى العربية إن موسيقي يعمل حفلات موسيقية من تأليف الشخصية وهو مؤلف موسيقي عالمي طبعا وإن الناس تروح تحضر حفلة مزيكة بس لا ينجح في هذه الحفلات ولم ينجح من قبل سوى هذا الاسم الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير الأستاذ عمر خيرت اللي بنفتخر بيه كلنا كمصريين وكعرب بمجرد ما تم الإعلان عن حفلته في مهرجان الموسيقى العربية واللي معادها بكرة إن شاء الله يكون حفلة عظيمة وتكسر الدنيا كالعادة خلصة التذاكر فورا أكيد هو عنده رسالة لكل محبيه اللي بيجروا دايما على شباك التذاكر والمواقع المختلفة يحجزوا الحفلات الموسيقية دي بعد المشوار الكبير ده معانا على التليفون مؤلف الموسيقى العظيم والموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت مساء الخير يعني حب الجمهور كل يوم عن يوم بيكبر وبيثبته بمجرد الإعلان عن حفلة ليك وأنا عارفة إن في رسالة تحب توجهها لجمهورك بعد الإقبال الكبير على حفلة بكرة دي يا أستاذ عمر الحمد لله طبعا ذكرها من ربنا وعايز أقول لجمهوري إن أنا بحبهم جدا يعني ده الإحساس اللي يغلب علي يعني طبعا بحب الناس اللي بتشجعني يطلق فورايا وبتحبني وهم كتير قوي الحمد لله يا رب دايما أحلى وأعلى طب أستاذ عمر عامل لجمهورك بكرة مفاجآت تحب تعلينها معنا النهاردة وإن شواء الناس والله أنا عامل طبعا الحاجات اللي الناس بتحبها كلها تسمعها إلى جانب في حاجات جديدة ما تسمعتش قبل كده لو جايب معي كرال سرقة كرال نساء ورجال يغنوا الأغاني اللي الناس بتحبها فدي برضو يعني نوع قرية جديدة في الحفلات وأتمنى طبعا أنه أكون عند حسن ضمنهم دائما وأعتقد التفاعل الجمهوري المرادي مع الصوت الأغاني اللي هتبقى مصاحبة بالكرة الجامل كامل هيبقى مختلف طب أستاذ عمر يعني التحضير لحفلة زي حفلات الموسيقى العربية هل بتختلف عن التحضير لحفلات تانية جمهورها عارفين بيجي ناس كتير من الوطن العربي يحضروا المهرجان المزين ده في مصر آه طبعا يعني بيبقى لا يعني بيبقى في مثلا يعني بيبقى هنا في حنازف أمتى الزمان يسمح يا جميل الموسيقى العبدالوهاب الله من ضمن الحاجات وعموما هي الموسيقى عربي يعني الاسلوب بتاعي في التلحين وفي التوزيع بيقدم الموسيقى الشرقية والعالمية مع بعض عشان لو فيها جانب يقدروا برضو يحسوا بالقيمة الموسيقية الشرقية والعربية من خلال التوزيع والجمل الموسيقية اللي هي ممكن يستوابها العالم يعني وده فرق كبير جدا بيحصل مع الناس مع ودنهم وحسوهم الموسيقي سؤال أخير الناس كلها بتحب تحضر للموسيقى الكبير وعمر خيرت لكن هو بيحب يحضر لمين بيحب يسمع مين بيحب يسمع أي حاجة حلوة ليس فيها حاجة أي حاجة موسيقى تكون معزوفة بهدفية أو لها تأثير يعني لها معنى في الدنيا كلها في أي موسيقى تتألف كل ألوان الموسيقى وكل أنواع الغنى كل أنواع الموسيقى والغنى اللي هي لها تأثير ومعمولة بحرفية وليها معنى اللي فيها حاجة حلوة يا أستاذ عمر دي كل الحاجات الحلوة اللي حضرتك بتضفها لينا احنا عايزين نقولك إنك بنحبك جدا ويا رب حفلة موفقة وأحبابك في كل العالم يزيد ويجوا من كل مكان عشان يحضروا الحفلات الحلوة دي ربنا يخليك ويلا تتمتع بكرة بجمهورك ويتمتع بيك يا أستاذ عمر ما تحرم شمانيك يا أولا شكرا من الموسيقار صاحب المؤلفات الموسيقية البديعة الأستاذ عمر خيرت لا آخر خبر ما سأقول آخر خبر أنا عندي مجموعة من الأخبار المهمة جدا الخبر ده مش هقف عنده كتير العالم الهولندي ظهر من جديد على صفحات تليجراف كان من الأخبار المتدولة قال عند اجتمال الأمر اللي حصل مبارح والحد يوم 22 انتظروا زلزال بقوة سبعة ريختر عارفين سبعة ريختر يعني زلزال مدمر ربنا يستر وما يبقاش هذا الخبر حقيقي لأنه قال التوزيع الهندسي للكواكب هيكون مزعج جدا الأيام دي وده حيتسبب في حركة القشرة الأرضية اللي احتمال تتسبب فيه زلزال بقوة سبعة على مقياس ريختر ان شاء الله ما يبقاش توقع حقيقي ربنا يحفظ الناس كلها وغزة في عجالة وانا عارف ان ده كان موضوعنا الرئيسي اللي بدأنا به لكن تطور الأوضاع في غزة كان فيه عدد من الأحداث اللي كانت حديث القاهرة اللي اخرهم ان بعد ما تم اطلاق طائرة او بعد ما تم ضرب السنوار حصل عدد من الهجمات في المنطقة المخيطة وحصلت مسبحة كبيرة جدا في جباليا اوقعت اكتر من 85 اصابة بينها اصابات خطيرة وطبعا عدد كبير جدا منهم استشهد الاصابات الخطيرة اللي تم تحققها خلال الساعات اللي فاتنا منظمة التحرير الفلسطينية نزلت نعي هام جدا ليحيى السنوار وقالت قائد وطني كبير ومجاهد من اجل القضية الفلسطينية لعل الكلمة تتوحد داخل فلسطين لجنة التحقية الاممية اللي احنا نتذكر مع بعض اللي عملها مجلس الامن وتحديدا المحكمة العدل الدولية علشان تبت في الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والانتهكات دي الرأي الاستشاري ليها مهم وموثوق فيه وبعد عدد كبير جدا من الاستماعات ولجان الاستماع والملفات المقدمة من الدول اللي استعانت بيها اللجنة دي عشان تقف على الحقيقة كان اطلاق التقرير النهائي لها قالت جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية اعلان هام جدا ورغم ان اللجنة دي 21 22 وتم تشكيلها مرة تانية بعد جنوب افريقيا مقالت ان قدمت يعني القضية رفعتها تجاه اسرائيل في محكمة العدل الدولية بانها بتقوم بابادة جماعية بحق اهلنا في غزة عادت من جديد هذه التحقيقات اللي منتهت اليه وتم اعلانه لانها تظهر للناس وده اللي نشرته الامم المتحدة لسه النهاردة مرة تانية على صفحاتها الرسمية انا هجيب لكم التطور كمان وهو ان مصر فيه اجتماع خاص جدا في الامم المتحدة مع جوتارش قالت انا بطالب بشكل عاجل بانقاذ ربعمائة الف فلسطيني بيحصرهم الاحتلال الاسرائيلي في شمال غزة قطع عنهم الكهرباء والمية والانترنت وما فيش اي وسيلة مساعدات بتدخل وكل ما يحدث هو عملية تقتيل في تقتيل ده طبعا الكلام اللي قاله السفير قسامة عبدالخالق المفد المصري في هذا الاجتماع وكان اجتماع غاية في الاهمية نتمنى ان يخرج قرار عاجل من اجل انقاذ مئات الالاف واخر تتابع هو الناعي اللي نزلوا الازهر الشريف لشهداء المقاومة الفلسطينية وقال هم ابطال وليسوا ارهابيين بيان بتاع الازهر اللي اصدروا قال ان ابطال المقاومة الشهداء طالتهم يد صهيونية مجرمة عاثت في الارض العربية فسادا وإفسادا فقتلت وخربت واحتلت واستولت وابادت امام مرأة ومسمع من دول المشلولة الاراضة والقدرة والتفكير ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموت في القبور وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المداد الذي كتب به بيان في منتهى الخطورة والاهمية نعبي الازهر شهداء وابطال المقاومة الفلسطينية واهلنا اللي موجودين هناك وده طبعا كان نقطة مهمة جدا من حديث القاهرة حديث القاهرة صوته عالي لانه حقيقي لانه حديثكم انتو وده اللي بتنقله الجزء ده تحديدا من برنامجنا بناءا على الأخبار اللي بيتم تدولها انا حقولكو جزء الأخير عندنا النهاردة في الحلقة هو كمان جزء من حديث القاهرة اللي صوته عالي اللي مرتبط بالموازنة العامة والدعم سددنا قد ايه من الديون اللي علينا عندنا مصرفات قد ايه وهل كان عند الحكومة خيارات تانية في اجتماعها اللي حصل في انها ترفع الدعم او جزء من الدعم تاني عن المواد البترولية والمحروقات كان عندها خيار تاني وتسيب الاسعار زي ما هي ولا ده كان خيارها الاوحاد خلينا نشوف الخبراء في حديث القاهرة حيقولوا النقي فاصل وارجع قابلكم والملف المهم ده هنا في حديث القاهرة